مرحبا اسمي وليد مغربي وبحلقة اليوم سأحكي لكم عن منصة التداول الاسمه ايتورو هذه المنصة هي واحدة من المنصات التي تسمح لسكان دول العربية تسجل فيها وهذا الفيديو جاء كرد على طلبات مختلفة التي جاءتني بها القناة وبجانعة خاص أعطينا طريقة للتداول بالأسهم لأن ترايدنج توانتوم أفل التسجيل فاليوم قررت أعمل تغيير وأساوي فيديو جديد فيديو اللي أحكي عن منصة ايتورو وأحكي عن ميزات المنصة كيف انت ممكن تداول بهذه المنصة وكيف انت ممكن تستعملها لتداولك بشكل يوم قبل ما كامل هذا الموضوع تعطيني اللايك هذا سيساعدني كثيرا ويفيدني شكرا لك منصة ايتورو هي واحدة من المنصات التي تمنح لنا فرصة لتداول بأسهم حقيقية ولكن كمان تستطيع التداول بالعمل الرقمية عن طريقها فنحكي عن هذا الأمر كمان المنصة تستقبل تسجيل من دول العربية ولكن للأسف ليس كل الدول العربية تستعمل هذا التسجيل لكي نحكي عن هذا الأمر كمان وهذه هي المنصة التي ترونها وهذه هي تورو أخذ معي 15 دقيقة بالضبط من لحظة فتحان الحساب في المنصة إلى لحظة تحديد أول أمر بين المنصة يعني التسجيل سهل جدا والتسجيل سريع باللحظات التسجيل ستطلب منك معلومات شخصية ستطلب منك صورة عن هويتك أو الباسبورت معك وأسئلة تختلفة عن تاريخ تداولك أو عن خبرتك هذا الأمر سيساعدهم يجهزوا المنصة ويجهزوا طرق التداول بين المنصة لكي تفيدك بأسرع وقت ممكن ممكن استعمل المنصة باللغة العربية ولكن ممكن استعملها باللغة الإنجليزية أنا أستعمل لوت الإنجليزي لأنه أهون عليه ليس لأنه الإنجليزي أهون ولكن لأنه بعض المنصات التي تداولمها باللغة الإنجليزية والمصطلحات التي استعملها بالمنصة هي مصطلحات عامة التي استعملها بشكل عام بالأسواء ذلك التجارية لاحق ubrat تضغط على تحويل المصاري وبعدين تقرر كيف تتحول المصاري إلى هذه المنصة تتحول عن طريق بطاقة اعتماد عن طريق بايبل عن طريق سكريل عن طريق بانكين هناك طرق مختلفة التي تستعملها لتحويل المصاري إلى هذه المنصة لكن هنا نتبه هناك أدنى لتحويل هذه المنصة وكثير من العالم الحد الأدنى هو 200 دولار لتحويل هذه المنصة لكن لماذا؟ قرروا من دول العربية يضعوا لحد الأدنى ألف دولار لأننا نحن أغنية ونلعب المصاري وهناك أريد أن نحصل على ألف دولار لكي ننسيه في هذه المنصة فهذا معناته للأسف أنت اليوم تحتاج على ألف دولار لكي تفتح حساب بهذه المنصة وبعد ما تحولت المصاري إلى هذه المنصة سوف تبين لك المنصة أنا قدت معي المنصة بـ 206 دولار وبين لي هنا تحت سوف نرى كيف أنت اليوم تقوم بأول عملية شراء سهم أو أول عملية شراء كريبتو أو أي غرض آخر من هذه المنصة تضغط على تريد ماركت هنا لما ضغطت سوف ترى أنت معك ستوكس معك إمكانية تدول بـ ETFs ETFs هي الروزة من قبل أن تدول كريبتو لديك مؤشرات اقتصادية لديك كمودات مثل الفضة مثل الذهب لديك كورينس قبل أن نذهب على ستوكس سوف نرى بسرعة ما موجود في الكريبتو لدينا بيتكوين لدينا إثيريوم لدينا بيتكوين كاش لدينا ريبل لدينا أكثر من عملية التي نستعملها لتداول على هذه المنصة طبعا ليس كل العملات موجودة هنا كما ترى هناك 16 عملية موجودة في هذه المنصة لذلك يظل أفضل أن نستعمل منصات أخرى مثل بايننس منصات أخرى لتداول بالعمل الرقمية ولكن إذا كنت تداول ببعض العملات التي موجودة في هذه المنصة فعطرية هذه المنصة تضرب عصفرين بحجر واحد يعني الأمر جميل ممكن تداول بالأسهم وممكن تداول بالعمل الرقمية سوف نعود بسرعة على الأسهم أسهم كما تداول بالعمل تضغط على المنصة وترى ما يوجد هناك لكي ترى فكرة عن الأسهم المختلفة في هذه المنصة طبعا نحن لا نمشي ورعتين هنا نحن نعرف الأسهم التي نريدها ونعرف ماذا نشرح مثلا كما تشتري على ساهم تسلا تدور فوق على تسلا أو رمز التداول للساهم هو TSLA ويبين عندك تسلا بمنصة إيتوروبا يشجعون منظر الإجتماعي للمنصة سوف ترى الكثير من المقالات وكثير من المتداولين يجربون يفيدونها بمعلوماتهم هذا الأمر مفيد طبعا كل ما هي معلومات أضافية أحسن بلحظة التصوير بعدنا بساعات الصبح السوق الأمريكي مقفل فبالتدور في هذه اللحظة بتسلا لكي أعطيكم المثال الكامل لكي أستعمل أمر آخر لهذا المثال لكن المثال تطبع على أي سهم أو أي عملية التي تشتريها اليوم سوف أعود إلى واشلس بسرعة لأرى ما هي الأسوال المفتوحة اليوم كما ترون هذه الأضوية الأحمر والأخضر التي تظهرون على الشاشة هذا يعني أنه السوق مفتوح في تداول لديك النصدق مية مؤشر الأمريكي لديك النصدق مية لديك النصدق مية لديك النصدق مية سوف تساوي مثال على اوه بيتكون بيتكون تساوي 24 ساعة تداول سوف تساوي مثال على نصدق مية تضغط ترد هنا على اليمين هو أن الأمور تبدأ التعقد إيتورو قررت تستغني عن المصطلحات لأدوة التداول المعروفة بالسوق وتستعمل المصطلحات منها مثلا الترايد التي ترونها هنا هي الماركت أوردر لماذا إيتورو لم تضع الماركت أوردر هنا؟ لم تضع الماركت أوردر لأدوة التعقد أوردر وإيه طرق قررت أنه التعقد أوردر هو الأوردر فنضع على الأوردر ونرى ما هو الأوردر الموجود معنا هنا في هذه اللحظة أنت ممكن تحدد السعر الذي تريد أن تدفعه للمؤشر هذا وتحدد المبلغ الذي تريد أن تشتري بهذا المؤشر مثلا أنا أريد أن أحدد السعر الذي هو 2.6 2.6 يعني 1.2.9.2.6 12.926 هذا هو السعر الذي أريد أن أضع سأضع الماركت أوردر في اللحظة التي تضع الماركت أوردر أمر الشراء موجود في البرتفوليو هنا ثم تضغط على هذا الأسهم بالعكس لكي ترى ما هي الماركت أوردر كما ترى اليوم أنا لدي طلب للشراء بين ناستك 100 بـ 200 دولار على سعر 12.926 السعر الحالي للناس الدخمية هو 12.933 لذلك الأمر الشراء لن تحقق إلا أن ينزل السعر كما مرة 12.926 الآن انتبال اللحظة يمكن أن تجعله هكذا و تذهب و ترجع بعدين عندما يتحقق الطلب أو يمكن أن تبطل الطلب و تضع طلب جديد لكي تبطل الطلب الموجود تضغط على هنا تضغط على X و تبقى تضغط على تضغط على تضغط على تضغط على تضغط على تضغط على مصريات و سنعود بسرعة لكي نشتري بسرعة و أفرجكم كيف تستفيد من أمر الشراء بالمستقبل بعد المشارات سأقوم بكم مثال الذي أخبركم سأقوم بعمل أمر الشراء بـ Market Order لكي نشتري بسرعة لكي ننتظر أن تحقق الأمر فأنتوقع عربنا و أضع أمر الشراء و صرت مشتري بهذا الأمر بسعر 12,942 سنرى بالبورتفوليو ماذا موجود معنا يرى أن يقولك أنت معك 100% indices يعني كل المصاري أنت معك حطيتهم بنصدك 100 أو بمؤشرات تضغط على نصدك 100 و ترى أن أنت معك 200 دولار من نصدك 100 بهذا المنظر على اليمين P أو L يمثل أربحة أو خسرت أحمر أخضر أخضر في هذه اللحظة لأنني شاريت بـ Market Order و لم أتحكم لا أعرف السعر و لكن لهدف هذا الفيديو لكي أعطيكم هذا الفيديو مثلا خسرت 70 سنس و لكن في هذا الفيديو يمثل طريق تداولي و لا تفعل ذلك هذا لكي أعطيكم و تستفيدوا مني و في هذه اللحظة تفرجيك كيف يمكن أن تبيع عن طريق طور لكي تبيع عن طريق تضغط على X و تضغط في هذه اللحظة أنت تبيع بـ Market Order كما قلنا لا نريد أن تبيع بـ Market Order لكن هذه الطريقة الأسرع لكي تخرج بسرعة من السوق كيف تفعل Limit Order للشيرة لكي تفعل و سأخرج بسرعة من هذا المؤشر لأنني أحبه و تقلب بسرعة جدا أنا مساعد أطلع بإخسارة وهذا فقط لهدف الفيديو و الله سيعود و هيك بإمكانك اليوم فتح على إيتورو تسجل في هذه المنصة بسرعة جدا و تستثمر بالأسهم البدكية أو تشتري العملات الرقمية البدكية بسرعة جدا لكن إيتورو في أطراف إيجابية وأطراف سلبية و سأتحدث عن الأطراف الإيجابية أول كيف تقول لكم طريقة التسجيل بإيتورو سريعة جدا وسهلة و سريع بسرعة جدا ستتفتح حساب و ستتحرك المحاول المنصة و كيف تقول لكم عن طريق إيجابية أنت اليوم ممكن أن تستثمر بستوكس بأسهم ممكن أن تستثمر ممكن أن تستثمر بكريبتو ممكن أن تستثمر بمؤشرات اقتصادية ممكن أن تستثمر عن طريق منصة واحدة ممكن أن تستثمر بأسواق مختلفة في العالم و التي بمنصة أخرى لا تجد أيضا فهذا الأمر جيد جدا بأيتوروم لكن كيف لا يوجد ميزات إيجابية و هناك أيضا ميزات سلبية وأول ميزة سلبية سأتحدث عنها اليوم هي بطريقة التداول بأيتوروم أنت مثلا عندما تستثمر كيف قلت لك بهذا المنصة قرروا بعضوا عن المصطلحات العامية المستعملة والشعبية بالسوق بعضوا عن ماركت أوردر بعضوا عن ماركت أوردر و قرروا كلمات من عندهم يقولوا ماركت أوردر و إذا بدك ماركت أوردر تضع أوردر و الثاني ما أحبه هو أن خلطوا عملية الشراء العادية مع عملية الـ CFD يعني خلطوا بالـ CFD و يقول المثل اختلط الحابل بالنابل بطل الـ CFD هي طريقة خطرية و ليس لكل بنادم أنت ممكن تخسر كل مصاريك عن طريق الـ CFD و من ناحية عن طريق الـ CFD أنت تدول بمصاريك و لكن بمصاري غيرك فهذا الأمر باطل جداً بهذه القناة لكي أشجع هذا الأمر وبعداً هذا الأمر فشايفين ماذا موجود هنا هذا كله يتعلّى بالـ CFD الأمر الثالث السلبي لهذه المنصة أنه هناك أدنى للتحويل من الدول العربية قرروا أن يضعوا ألف دولار حد أدنى للتحويل يعني نلعب بالمصاري و هناك ألف دولار من جيبتنا لكي نضعه في هذه المنصة وبنفس الوقت إذا فتحت حساب و لا استعملت المنصة لسنة كاملة لديك رسوم لعدم استعمال المنصة يعني أنك تدفع إذا فتستعمل هذه المنصة بعد سنة و هناك 10 دولار رسوم لهذه المنصة تدفعها بكل سنة إذا لم تستعملتها و كيف ما قلنا للأسف ليس كل الدول العربية مقبولة بهذه المنصة مثلاً أعلم أن السعودية مقبولة مصر مقبولة المغرب مقبولة لكن أعلم أن العراق ليس مقبولة ودول أخرى ليس مقبولة سأضع لكم كل الدول المقبولة هنا قدامكم لكي ترى إذا كنتم موجودين في هذه الدول أو لا والتي تدفع عن طريق هاتف النقل بـ إيتورو هناك إمكانية تنزل تطبيق لإيتورو و منظر إيتورو عن طريق منظر البورتفوليو من ناحية ترى الواتشلس من ناحية الترايد سأشارككم بهذا المنظر لكي ترى كيف يبين عن طريق التطبيق لكن أعرف أن التطبيق سهل جدا مثل هذه المنصة نفس الكلمات نفس المصطلحات فالأمر ليس خاربتك وهذا هو اليوم هناك أيضا منصة التي تسمح لسكان الدول العربية تدول عن طريقها وممكن أن تشتري أسهم أسهم عالمية أسهم أمريكية أسهم أوروبية أسهم منصات أخرى تسمح الكاشر تسجل فيها فقط لمجرد أن تأتي من دول العربية لهذه المنصة مثل لها أطراف إجابية وأطراف سلبية لكن اليوم هي طريقة تسجل فيها لكي تضيع الفرصة وانت تنتظر لكي تفتح لديك منصة أخرى لكي تسجل فيها أقول لك ماذا ترى هذا الموضوع ماذا ترى ماذا ترى منصة هل عملتها هذه أول مرة التي ترى وماذا ترى ممكن أن نساوي فيديو مثلا نقارن منصتين مع بعض لكي ترى لكي ترى ماذا ترى من هذا الأمر إذا فعدك وعجبك هذا الموضوع أعطيني لايك من ناحية أن تشاركني بقناتي سوف تسجيل هذا الأمر سوف تساعدني مواضيع مجانية شاركوني شكرا على وقتك ومع السلامة سوف تسجيل شكرا 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 اشتركوا في القناة